السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيقا عمدين ايه لمهتم بجدر ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل لك كل ماهو جديد ومفيد فعلا من تطبيقات في القناة عندي اقدر رفق تطبيقات الحديثة اللي بتسعليك هاتيك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهكر ناردة ان شاء الله مع شعر تطبيق جديد هو اسمه بولر ستيبس التطبيق ده مسحته 33 ميجا محمله اكتر من مليون شخص التطبيق ده خاص باي شخص حابب يسافر اي دولة في العالم لو انت حابب تسافر اي دولة في العالم والدولة دي ما تعرفش عنها حاجة او لو انت شخص حابب تسافر بشكل عام وعايز اقتراحات لدول تكون اه كويسة بالنسبة مثلا رايح تغير جو رايح لدول عايز يكون الجو بتاعها حارج دول الجو بتاعها بارد دول التقس بتاعها معتدل اه دول فيها اماكن سياحية دول فيها اماكن اسرية اه دول فيها انهار بحار محيطات اه دول فيها غابات اشجار مناظر طبيعية جبال كل الحاجات دي بقدر التطبيق ده ان هو يقولها لك في حالة ان انت عايز تروح دولة معينة دولة بينها انت عارفها فالتطبيق بيقولك الدولة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها اماكن اه وافضل لك ان انت لما تروح تنزل مسلا اه في العاصمة وهتلاقي متاحف قريبة منك هيعرف برضو اهتماماتك ايه يقولك هتلاقي مسلا متاحف هتلاقي معلم اسرية هتلاقي شوارع تاريخية هتلاقي اه فنادق هتلاقي ابراج اسرية حاجات دي كلها اه ولو اه انت مش عارف الدولة اللي انت رايح وعايز التطبيق هو اللي يعمل لك سيرش فهو بيقترع عليك من حيث بتاعك يعني بحيث الميزانية اللي انت هتقوله عليها هو بيقدر يقولك مسلا ممكن تروح الدولة فلانية وهتلاقي فيها اماكن كزا واماكن كزا وممكن ده يقضيك مسلا اه خمس تيام يقضيك اسبوع يقضيك شهر الكلام ده كله ده يعتبر الغرض من التطبيق مشكلة التطبيق طبعا انها بيتضمن اللغة الانجليزية مفوش اللغة العربية وبيطلب منك الاشتراك علشان تقدر تستمتع بكل ميزات التطبيق بس يجد يعتبر رسو شرح التطبيق بالنسب بالمزايا العبلة وعجبك شرح التطبيق اريد تدوس لايك للفيديو اريد شرح التطبيق لو اكشفت ميزة او عبل التطبيق فهي التعديس من التعديسات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو شكرا سلام عليكم